ومشاهدين بعد هذا النقاش الخاص بأهمية الحوارات العائلية ننتقل معكم إلى فقرة الطبخ ولنعرض لكم من خلالها وصفة لوجبات خفيفة وسهلة التحضير وفي فقرتنا اليوم راح نتعلم طريقة تحضير شربة العدس على الطريقة الهندية خلونا نتابع ولنعودة اشتركوا في القناة 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 الحلو في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة جميعا يعني جميعا جميعا اشتركوا في القناة جميعا حقيقة جميعا فيه نتحدث نتحدث جميعا من نتحدث جميعا من نتحدث جميعا جميعا نتحدث 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 على كل شخص وحب نتحدث اشتركوا في القناة نتحدث 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 جميعا شكل أساسي في حشوه على التمر ويقبل الناس على شرائه لما له من فوائد عدة فمعمول التمر غني بالسكريات التي تجعله أهم مصادر الطاقة والنشاط للجسم فهو مفيد أيضا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم والأنيميا لغنى التمر بعنصر الحديد كما أنه مفيد في تقوية العظام والأعصاب معمول التمر استطاع أن ينافس باقي الحلويات الأخرى فهو صحي وخال من أي مواد حافظة قد تؤثر على الصحة ويمكن الاحتفاظ به لمدة طويلة ومن المعمول مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم يتجدد بكم اللقاء يوم غد في حلقة جديدة بموضوعات مختلفة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عائشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر